قام وزير أشؤون الخارجية والجلية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة بزيارة عمل إلى جمهورية مالي بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أجرى خلالها عدة لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف ذات الصلة بالعلاقات الجزائرية المالية وجهود إحلال السلام والمصالحة في مالي بيان الوزارة كشف أن الوزير العمامرة استقبل من قبل رئيس الدولة العقيد عاصمي غويتا حيث أبلغه مضمون أقول رسالة شفوية من أخيها الرئيس عبد المجيد تبون تندرج في إطار السعي المتواصل لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين وكذا تسريع وطيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثيق من مصاري الجزائر لما له من أهمية قصوى في الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار جمهورية مالي والمنطقة برمتها هذا وأجر العمامرة محدثة ثنائية مع نظيره عبد لاي ديوب وكذا مع وزير المصالحة الوطنية المكلف باتفاق السلم والمصالحة العقيد اسماعيل واقي كما التقى ممثلين عن الحركات المالية الموقعة على اتفاق الجزائر وفي ختام زيارته ترأس العمامرة بمقرية السفارة الجزائرية اجتماعا تنسيقيا لمجموعة الوساطة الدولية حول مالي التي تضم في عضويتها ممثلين عن دول الجوار والأعضاء الدائمين في المجلس الأمن الأممي إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية المعنية خاصة الأمم المتحدة الاتحاد الإفريقي مجموعة دول غرب إفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي اشتركوا في القناة